تفتح الكثير من السجون القديمة الواقعة عادة في وسط المدن في فرنسا صفحة جديدة من حياتها بتحويلها إلى مساكن أو قاعات حفلات فيما تهمل أخرى لعدم وجود من يشتريها بسبب كلفة ترميمها العالية ويضم موقع وزارة المال الفرنسية الإلكتروني حوالي عشرة إعلانات لبيع سجون سابقة فقد أطلقت الدولة الفرنسية قبل 15 عاما خطة واسعة لتحديث السجون بعدما تعرضت للانتقاد على الصعيد الأوروبي بسبب اقتضاض سجونها وتداعي بعضها وفي ليون حول سجن سان بول وسان جوزافة اللذان بنيا في القرن التاسع عشر في العام 2015 الأول إلى حرم جامعي يمتد على 35 ألف متر والآخر إلى مساكن ومتاجر ومكاتب وقد تمت المحافظة على أجزاء كبيرة من مبنى سجن سان جوزافة القديم مثل البناء المستدير حيث كان الحراس يراقبون السجناء وهو مشمول الآن في مبنى حديث فيه واجهات زجاجية كبيرة وقد نقل السجناء الأربعمائة الذين كانوا في السجنين اعتبارا من العام 2009 إلى سجن جديد في كوربا إحدى ضواحي ليوند ترجمة نانسي قنقر